السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجدداً على القناة حيلة جديدة اليوم فكرة مزيونا جربتو نشحت لي قول داروري داروري من شارك معاكم إذا ما جبرت فشتحان مكسرات اللوز جنجلين كوكو اللي بقى عمره مجربة لخلط الكهربائي دي العاصر جربوا نتيجة رائعة ستشوفوا معايا هنا في هذا الفيديو هذا اللي كنعدل فيها العاصر الكاس هذا اللي كنعدل فيها العاصر صراحة أنا وقفت باش نعدل حلوة مجبرتي مكينة فجربتو هذا هنا طحنت فيه الجنجلين هاي أول مرة طحنت الجنجلين هنا يشوفوا معايا كيف اشتحان لي ودبا غدي نتحن قدامكم هاتش يوجد اللوز عندي هنا يوم في السخ ومقلي خليتو احتفرت وغدي نتحنو معاكم طريقة جد بسيطة غدي نجيب هادك مكسارة اللي أنا بغن نتحنة أيين كانت وغدن من لف هادك الغرف دي العاصر وغدي نتحنة في حالي كان نتحنو عادي وغدي نتحنو للقوام اللي بغيناه هيا صافي وغدي نخدمه هاتش كل هذا انا جربتو قل ضروري ما نشارك معاكم لأنك تجيبها شي مراري ماكينك تتخسر او لما كتكون شي عندك او لابتي نفسي موطع ماكينشي ماكينة هيا فكرة فرسكم جربوها انا دملت قدامكم واستعملتها انتو ما كتشفوا الناتيجة هيا انا غدي نحرك اذك الجوانب عاو نكمل عليها تتطحن ضغيك تتطحن ما كتش حتى الوقت ضغيك تتطحن نصيحة انو استعملوها ان الواصفات اللي يكون فيها المكسرة ستكون متحونين يعني مشين مهار مشين يكونوا متحونين ما الافضل هيا فحد اللي كتشوفوا معايا ضغيك تتطحنت تأكد ضغي الجوانب عنا هنا يوم تأكد ان كل شي تتطحن وصافي فحد اللي كتشوفوا معايا هنا يوم بسرعة كان عندي اللوز مطحون شوف القادم ديولو كيفاش عامل مهار مش عبر واحد صراحة فكرة نشحة تمنى تكون معجبتكم ويلا بقت او بانش ينهار غير شي حاجة كي ينلحل إلي عندك المكينة العصير قدر تتحاني لحتاج تشحب الشحر ش مكسرة او شحجة هوا في حال الكتشوفوا معايا حسديك الجنجل اللي تتحان ترغوا اه غدينا اخوي معاكم هنا يتشوفوا هوا اخوي في التبصيل باش تشوفوا كيفاش يجي ما تخافوا ما كيحصلش اذا ما تقولوا ولا غدي حصل لكم في الماكينة غرقه ولا شحاجة لا ما كينا خويتها كام لم قفيا حتى شي حاجة هوا القوام ديالو هوا شوفوا معايا اه طحون بعض الحبات كي بقاوت عاودوا طحنوهم اللي الطحنو عاودتاني تحايدوا اللي بقاوتكم شي حبات صححين عاودت عاودوهم طحنوهم ولكن قاوم عموما هاتو ما كتشوفوه بعينكم تمنى تكون عجبتكم الفكرة قالها نقول لكم شكرا للمشاهدة الى اللقاء موسيقى